فجع الزميل سيف الدين منصور بوفاة زوجته وابنته في حادث مروري في المملكة العربية السعودية لدى عودته الى البلاد من اجازته الخاصة التي كان يقضيها في بلاده مصر فيما اصيبه وابنه وابنته وتلقوا العلاج في مستشفى مدينة رفحاء واحتضن ثرى رفحاء جثماني زوجته وابنته فيما جسد اهلها كل معاني المرؤة العربية الاصيلة والتكافل الاجتماعي مبدين كل التعاطف والاهتمام به لحين مغادرته المملكة مع ابنه وابنته وابدت السفارتان المصرية والكويتية في السعودية كل الاهتمام على مدى اسبوع كامل بالزميل وافراد اسرته فيما تداعت قبائل منطقة رفحاء ولسيما ابناء قبيلة شمر للمشاركة في مراسم دفن زوجته وابنته وحضر مراسم الدفن اعضاء منطقم السفارتين الكويتية والمصرية واهالي المنطقة بمتبعة من محافظ رفحاء العقيد متقاعد فراج من سعود اسباعي وشيخ قبيلة العجرمية سعفق ممدوح الرخيص والجالية المصرية في المدينة لدينا عادوا المصابين في المستشفى لأكثر من مرة ولقي الزميل منصور وولداه المصابان اهتماما بالغا في المستشفى ومتابعة حثيثة من السفارة المصرية بالرياض ولاسيما القنصل العام أمين حسان والعميد إيهاب الشيخ والسفارة الكويتية حيث تابع السفير الكويتي في المملكة الشيخ ثامر الجابر والقنصل عادل العمر ومسؤول السفارة محمد الخالدي حالته لحظة بلحظة إلى حين خروجه من المستشفى ومغادرته السعودية عائدا إلى الكويت كما زار الزميل منصور في المستشفى محافظ رفحاء واطمأن على حالته وابنيه واستمر متابعا له إلى حين ودعه عائدا إلى البلاد كما أبدت الجالية المصرية تعاطفا واهتماما كبيرين بالزميل منصور وأفراد أسرته وتابع رئيس الجالية المصرية في رفحاء العمدة محمد حامد أبو العلا ناجي أوضاع الزميل وأسرته وزاره في المستشفى من جهته توجه الزميل سيف الدين منصور بالشكر الجزيل إلى السفير الشيخ ثامر الجابر والقنصل عادل العمر وتاقم السفارة الكويتية وإلى السفير المصري بالمملكة وتاقم السفارة المصرية ونائب السفير المصري في الكويت نازل الفيومي والسكرتار الثاني محمد عادل وإلى محافظ رفحاء العقيد متقاعد فرج سعود العماني ورئيس الشرطة العقيد سالم عبدالله الربيع ومدير شعبة مرور رفحاء المقدم يوسف سالم القحص ومدير القطاع الصحي برفحاء محمد مهيدي النجدي ومدير القطاع الصحي برفحاء بالإنابة سعود نادي العنزي ومدير الجوازات برفحاء المقدم منصور متعب الهباس ومدير الحاسب الآلي حسن علي الشمري ومدير مكتب عمل رفحاء شعلان بن عويد كما شكر الزميل منصور قبيلة شمر وقبائل رفحاء وشيخ قبيلة العجرمية سعفق من دوحر خيس ورجل الأعمال في المدينة عبدالله غدير مويهان الشمري وشيخ عبدالله محمد عبد الرحمن هلال وزوجته ورجل الأعمال الدكتور ياسين لعلاوي وغالب فهد العنقود السهلي والجالية المصرية في رفحاء وعلى رأسها رئيس الجالية العمدة محمد حامد أبو العلا ناجي وكلما وقف إلى جانبه في حادثه الأليم ومواساته معربا عن أمله ألا يفجعهم الله بعزيز ومتضرعا في الوقت نفسه إلى الله عز وجل ألا يصيبهم كروها وأن يقيهم نوائب الدهر كما ثمن دورة طوارئ الطبية الكويتية التي هيئت له سيارة إسعاف من الحدود الكويتية السعودية إلى حين إيصال ابنيه المصابين إلى المستشفى ليستكمل علاجهما